من الآخر بأكد أنا جاي أقول لكم على ثلاث أسرار من أسرار استجابة الدعاء عايزين تعملوا بيهم؟ اعملوا عايزين تعملوا بيهم؟ برضو عملهم وما فيش حل تاني غير ان ربنا عز وجل يستجيب دعوانا في حاجة احنا بنعملها بتزود فرص استجابة الدعاء زي ان احنا نكون على وضوء نرفع ايدينا و احنا بندعي نستقبل الابلة نتحرق وقت الاستجابة نستغفر ربنا عز وجل نصالع النبي صلى الله عليه وسلم و احنا بندعي كل ده جميل طبعا يكون اكلنا من حلال مش من حرام عسل و زي الفل بس تخش بقى على ثلاث أسرار دول أول سر فيهم هو دعاء المضطر أما يجيب المضطر اذا دع وعشان تفهم دعاء المضطر ده فالمضطر ده واحد ماشي بمركب في البحر و بدأ يغرق بالله عليك هو بيستغيث بالله عز وجل شكل الدعاء بتاعكم عملت ازاي تخيل وعيش مع نفسك ودع ربنا عز وجل الحاجة التانية هي قلبك شكله عملي ازاي وانت بتدعي شعور قلبك تجاه ربنا عز وجل خاشع وحاضر ولا بتنقي كلامه خلاص موضوع مش موضوع نقود كلام الموضوع موضوع خشوع وشعور القلب الحاجة التالتة هي الشكاية الحل الله قال إنما أشكو بث وحزني إلى الله لك انت تخيل وانت بتشكي حلق لربنا عز وجل ومنكسر وابتتزلل ربنا عز وجل يستجيب دعاءك ولا لا أربع أنبياء في صورة الأنبياء كل واحد فيهم بيشكي حاله سيدنا نوع وسيدنا أيوب وسيدنا يونس وسيدنا زكريا وبعد كل واحد فيهم فاستجابنا لها وسيدنا موسى لما شك حاله قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا عز وجل رزقوا بشغل وفلوس وجواز فهدول تلات أسرار تعمل بيهم إن شاء الله ونعمل بيهم كلنا ربنا يتقبل منكم إن شاء الله اللهم آمين السلام عليكم اشتركوا في القناة